برج الجوزاء. آآ خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقع. خلينا نشوف اول شي الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي آآ الفترة. آه. آآ شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك آآ في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء آآ عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية. آآ فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع. انك تحجم هذا الشخص. انك عم بتفكر كل حدود. انك آآ عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص آآ غريب الاطوار آآ بيحب لك الشر ما بيحبك آآ عم بتفكر كل الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون آآ آآ بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بالشكل عام توفعار الزوزاء. اوه. اه زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هادا شخص اللي ظلمك رح آآ تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هادا الشهر. هايز الفترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. آآ اخلي. اوه. على فكرة وراء كتير للجوزاء. الحمد لله. واخيرا. اوه. خلينا اقول الطاقات قبل ما انسط. طاقات حبايبيح عم بتكون آآ ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم بتتعامل معه جوزاء آآ عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. آآ فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني آآ بيانون. ازان قلنا في كار ما عندك هادا هاي الفترة وراح تاخد حقك من هذا الشخص اللي ظلمك. آآ مبين فيه ناس عندهم آآ سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن آآ وانتو تتبسطروها زي ما انتو ظروفهم بيعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن مواضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه جرج الجوزاء هاي الفترة آآ يسافر. هي عنده سفر ولكن آآ مع اشخاص مش وحيد. آآ على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. آآ في رجوع من شخص في آآ او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة آآ حامل قوية جدا للجوزائيين. آآ ان كانوا نساء او للرجال الجوزائيين نساءهم. آآ فيه عندهم آآ قفل ممكن يكون آآ آآ فيه يعني آآ اكتر من آآ خلينا نقول اكتر من فرصة. فيه فرصة حمل وفيه فرصة آآ خلينا نقول معنى تاني للكرد انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغلوا عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون آآ بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن آآ آآ متكاملة آآ آآ عم تزهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. آآ عم بشوف فيه تنازلات كتير من الحبيب. فيه عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. آآ رغم الاختلافات الكبيرة بين عرضكم. فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن آآ عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي آآ بناتكم. هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيشير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من ميزان فيه عندك ثلاثة. فيه عندك ثلاثة ورق فيهم قارمة. فيه آآ مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون آآ في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة آآ رح يركز برج الزوزاء العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. آآ ممكن تكون كمان آآ زواج. شايف بينك وبين شخص اللي بتحبه في آآ زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين آآ او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد آآ ومشغول بشغله وباموره آآ عم بشوف آآ كتير آآ في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في آآ مادة في ترقيب العمل آآ في رح تاخد حقك ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة هذا الحدث آآ رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت آآ انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. آآ ازا انت كنت آآ ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما بق يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرف ولا. آآ شايفة انه الصخص اللي بتحبه او آآ شريكك آآ عم بيرقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت. آآ عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل آآ شغلة كبيرة او شغلة زعلتك آآ بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف آآ قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنصبف مع آآ اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع آآ احلى من الاول زي ما قلنا آآ شايفيتك عم تتشرط آآ عم بتحط شروطك عم آآ تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. آآ شايفيتك برج الجوزاء عم آآ تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك آآ او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية وممكن تكون عكسية ايضا. آآ انت او الشريك آآ عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريكي ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شاي فيكي تطور للهاند ما عن اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت آآ كتير. آآ خلينا نقول آآ جانبه كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه كتير. هاي الفترة شايفة انه الشريكي كتير مقبل آآ عليك ورح يعني اقدم آآ شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي آآ 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 عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس آآ عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول آآ تكبير الرأس. آآ عم بشوف من بعد ما كنت آآ انت في عندك غيوم في عندك آآ اكاذيب عن الحبيب يمكن آآ مناوشات آآ مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جداً لورق الجوزاء يعني يمكن يكون من آآ اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني يبين عندي تقريباً آآ آآ مبين انه في آآ كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر آآ حميمية اكتر آآ قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. آآ في عندك آآ انتصار كبير. آآ شايته اكتر من ناحية عاطفية. آآ او حتى من ناحية عمل فيه مشروع كان جامد فيه مشروع كان آآ يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت آآ على الصعيد العاطفة فيه لبعض الاشخاص. فشايته فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في آآ ولاد في زواج في يعني فيه فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق? الورق? لبرج الجوزاء شو عم بيكون? آآ هنا طلع مقلوب آآ عم بيقولك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي آآ عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. آآ الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد آآ صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. آآ هدول الكروت انا كتير بحبهم. ده ما بعضونا اشياء ايجابية. دايما يعني بش بقى الاغلب. اوه بيقولك اتمنى. بيقولك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بيحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فآآ اطلب واتمنى زي ما بيقولك. فكرت جدا جميل. يعني بيكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. من الان تقوليش. بيقولك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. آآ زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من آآ من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بيقولك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم آآ حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. آآ ولكن بيقولك نمي هاي هاي الموضوع ما تخلي آآ يعني ضعيف داخلك. آآ نمي لانه له مستقبل معك. آآ بيقولك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقولك آآ هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فآآ ارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان آآ مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. آآ صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقولك لأ. رجع حالك لاجوزاء الاديم. لانت شخصك الاديم. لشخصيتك الاديمة هي الصح. بيقولك ما تتغير ما تخليك كفل من جواتك. انت اساسا مقفل. آآ فبس عند بيقولك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي آآ وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. حب حالك اكتر. آآ بيقولوا لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون آآ متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحاس السادس اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. آآ كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت آآ موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر آآ قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايفك آآ من حولك. فحبايد بورة الزوزاء بشوفكم بالآآ